اهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج سبوتلايت حلقتنا النهاردة حلقة مختلفة ومميزة جدا معانا مطرب من النوبة هو كان مكسر الدنيا وعمل نجاح كبير جدا لكن قعد اعتزل حوالي عشر سنين عايز اقول لكم ان هو الايام دي راجع وبقوة كمان معايا النهاردة المطرب شندو واللي هنعرف منه اخر اخبار وتفاصيل تانية كتير اكس اكتلوسيف لسبوتلايت نورني بيشرفني النجم وحشنة جدا يا ربي كده ما تقعدوا تسمعوا كنتوا اغانية تقولوا ايه الجمالدة ايه الروح الحلوة ايه الضحكة الجميلة دي معانا النهاردة شندو اهلا بيك من هوالنا في سبوتلايت ايه المقدمة الجميلة دي لا لا حايتك تستاهل اكتر من كده بكتير ربنا يخليك عشرين وحشنة اوي عشرين دو انت فين والله هو انت كمان وكل الناس كل الجمهور انا سعيد ان انا معاك المهاردة جدا عشرين شخصية محبوبة وجميلة ربنا يخليك انت روحت فين بص بقى انا الفترة فات كنت بحارب قوة الشر ازاي بقى قولك يا ستي الشر يعني اللي هو شوية اكتئاب شوية ديء شوية تعب كسرة اغتبالك المسألة مش سهلة يعني اكتحار بحاجة زي دي ده موضوع مش سهل لكن الحمد لله انا قاعد وصادق دلوقتي وانا انتصرت على الموضوع ده بقوله كل الناس كل الشباب هي حرب شرسة ومش سهلة لكن في الاخر لو انت ابتدت الحرب دي هتنتصر ايه حكاية لون الاصفر ده عايزوك وشانتو طول عمو بيحب الاصفر فانا مكنت جاي اعملوا ليه يا رب هلأ ايه لابس اصفر ولا بقى ايه القعدة شوية خليتو غير ليه تلابس اصفر بقى بحب الاصفر جدا يعني اللون ده بيديني كده لسه بقولك الانتصار بقى ولسه بقولك الامل في الحياة والحاجات الجميع اللي بتحصل الاصفر بيديني الحاجات دي لون مشع لون مضيء لون بالنسبة لي لون مفرح لون مبهج بعدين في حاجة على فكرة الناس ممكن واخدوا فكرة ان اللون الاصفر مرتبط بالغيرة مفيش مشكلة ايو لا عشان الورد الاصفر هو الورد الاصفر لك ده ورد الغيرة اوعي الجبيه اكيد يعني المسألة برضو اللي بتقلدها كلام سليم لكن على فكرة اللون الاصفر بيساعد على التركيز لو لون الودا بتاعتك مدهون اصفر انت دهين طب الودا اصفر في البيت ولا لا بتحصل او مرة نعرف اودا واحدة بس انا ديمغراطي بيفردش رأي على كل الناس طبعا انت الودا انت قاعد فيها لونها اصفر بتحب تتبس اصفر بتحب تتبس اصفر طب ايه بقيت الدولاب في ايه بقى فيه الوان تانية ولا كله لون اصفر بالنسبة لي لا هو كل واصفر انا بقيت بحب اللون ده جدا حتى بظهر فيه في الاعلام بظهر بيه في كل مكان وانا الاول كان بالنسبة لي التجربة بعد كده انا تعودت اني نعيش مع التجربة دي ظلم انها بتسعدني وتبسطني يعني هي حرية شخصية المهم ان انا ما بدأش حد بيها انا هزولوكو شاندو يعني لو تشوفو وعلى فكرة اسمحيه برضا والحاجة هي مسألة الالوان مسألة نسبيا انا عزا وضح ده للسادة المشاهدين يعني يعني هو احنا ليه بالروح العزع مثلا المناسبات الحزينة باللون الاسود عشان ايه بقى قوليلي انت اوستاسك لا ما عرفش انا اقول لك انا اقول عشان دي مناسبة حزينة وده حداد اه في نفس الوقت العريس لما بتجاوز يكون لها بسبدل السوداء وكل البيوت سوف اصطنع باللد بقى هي فرحانة هي فرحانة هو شكل هو مش زعلان هو زعلان ولا ايه احنا بنحضر المناسبات السعيدة بنفس اللون الاسود طب انت برضو ما بتروح افراح بتبس بطل صفرة برضو اه ايه ده على فكرة في بعض الدول برضو لون الحداد بتاعها ابيض زي السوداء مثلا جمينا في اسوان في بعض الدول مثلا موجودة برضو دول اسيوية اللون اصفر في دول في اوروبا لما بيكون عندهم مناسبات حزينة بيلبسوا احمر يعني هي المسألة نسبية بس احنا تعودنا على حاجة اه 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 طب شاندو انت من وانت صغير بتحب الاصفر ولا دك ايه مع الوقت لا مع الوقت طب انتو فابعا فاكرين اول ما طلع والراستة كل الناس قلت لك ايه لوك الغريب اللي هو عامله ده الراستة وموديل الشعر ده ده معاك من وانت صغير برضو ولا ده قبل ما تطلع تغني حبيت تعمل حاجة مختلفة لا هو مش انا وصغير تحديدا يعني تقريبا ساعتها كان عند بتاع عشرين سنة او حاجة قبل ما اعمل عبدالهادب شوية يعني ابتديت كده افهم كشاب ويبقى عند زوق خاص بيا فاول ما وصلت المرحلة دي كنت حابب ده وعلى فكرة برضو الراستة كشكل شعر هو منتشر عندنا في اسوان كتير شوية غير القاهرة بس لما انا عملت عبدالهادي الراستة اعتقد انه كان جديد فمحسالة انتشر بعد كده يعني نجاح عبدالهادي كان نجاح كبير قوي 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 احلاقة كده 2005؟ انا ما كنتش اتوقعه هو جيه ازاي؟ يعني ان انت تيجي من اسوان وتغني دي بتبقى حاجة صعبة انا بشوف الناس اللي في القاهرة تقولي انا عشان اطلع اغني ده كانت حاجة صعبة جدا بدأت ازاي؟ نقولك يا ستي على فكرة هي الصعوبة والسهولة مسألة برضو يعني بتعتمد على العزيمة بتاعت البناة ده وارادة ربنا سبحانه وتعالى فهو كل حاجة فانت لما بتكوني مصرة على حاجة اعتقد كل صعب بتتزلل بتموت قدامك بتتهد فانا كنت لهوق جدا في المحاولات عشان اوصل للناس اللي يعني اللي هما ممكن يعملوا غنوة دي فلقيت رحيم مسألة متحمس ساعتها ولقيت دكتور نصيف قزمان نفس الحكاية لقيت جمال مرون المنتج برضو نفس الموضوع لقيت الشاعر عمد مرزوق كلهم اعدنا مع بعض الاغاني دلوقتي انت بتبعاتي للمغني اللي هو بالتليفون طب اسمع الغنوة دي عجبتك اه عجبتك لا المرحلة او فترة عبدالهادي احنا قعدنا يوم واثنين وثلاثة وأسبوع وعملنا التراك وطلق وحش واشتغلنا عليه تاني اه يعني الصورة اللي احنا شفناها في عبدالهادي او الاوديو ده ده تغير اكتر من مرة اتغير اكتر من مرة والروح اللي انت شفتها دي هي مش مجرد غن وهي دي روح محبة على فكرة فعلا كانت موجودة كنا بنأكل ونشرب وعايشين مع بعض لغا ما وصلنا الحالة دي انا خدتها حتى انا فاكر كده الكلام ده كان حوالي ستة الصبح انا وحتى صديقي اه فكنا فرحانين جدا بس ما كناش متوقعين اننا جاعدها فعادنا شغالها بصوت عالي في المكان اللي احنا فيه احنا كنا قصدين ازعجنا انها شغل انت عايز تسمع الناس حاسوا بيه فحسينا بالتفاعل مع التراك فعلا قبل ما ننزل بحجة كانت فيها بحجة جميلة طيب حياتك قبل عبدالهادي وحياتك بعد عبدالهادي كتغاملة ازاي لا حياتي قبل عبدالهادي كانت حاجة طبعا انا كبني ادم على المستوى الشخصي لا هي نفس الحياة ونفس الطبيعة لكن المسألة اختلفت في ان يعني شكل الضموه التاعي اختلف خلاص انا دخلت في الكرير بعد عبدالهادي واخد بالك ابتدى يكون فيه حاجات تانية المفروض ان انا كمطر اشتغل على حاجات تانية يعني خلاص دخلت جوها الحياة العملية لكن بالنسبة للشخصية الاساسية بتاعت شندو والحمدلله هو انا في الشارع كان عامل معاك ازاي احنا في الفترة دي ما كناش من ناس اصنع بقى جابوا السوشال بيديا وما كانش فيه التفاعل الكبير ده كانت الاغنية بتنزل على القناة اللي بتنتجها وانت عملت نجاح كبير جدا الوقت ده الناس كان بتشوفك في الشارع وانت بتعمل ايه كان عاملوا معاك ايه ما كانوا يشوفوك هو انا سبحان الله دائما بحس ان فيه كده حينا بتشوفي بن ادم اول ما بتشوفيه من هلته من طلته بتعتقبليه وفيه بن ادم بتشوفيه صح يا تبقى روح كده بتحسها صح صح حتى لو كانت قمة النجاح فانا احساسي الشخصي يعني مش مسألة انا ولا بتاع او نارجسية ولا حاجة خالص يعني انا بحس ان الناس حباني لان انا ببادلهم نفس الشعور يعني بشوف حده قدامي انا فعلا بكون حبه فهو سبحان الله بيبقى فيه تواصل فده كان حاصل معايا والغاية دلوقت انا بحس ده على فكرة بس هو انت برضو نجاح القناة دي كان نجاح كبير قوي فهل هي ده كان لعنة ولا كان ايه ان اللي تعامل بعد كده فيه حاجات نجحة منها بس مش بقوة عبدالهدي بس اقول لك حاجة هو النجاح السريع لما البني ادم بيكون في بداية حياته بيكون عايز يعمل ده لكن النجاح السريع على قد ما هو مفيد وكويس وبيكسب البني ادم وقت بس هو في نفس الوقت مش اقول مؤذي ولا متعب لا هو محتاج الواحد يكون مركز انه يعرف ازاي يستثمر النجاح ده بنجاحات تانية ما يتوخش منه ما يتخدعش فيه فانا الحمدلله اتخدحت في نجاح السريع يعني نجاح عبدالهدي كان يعتبر لعن عليك شوية بالمنظر ده انت كان سنك صغير ما كانش عندك خبرة كافية خلاك ان انت ممكن الاختيارات بعد كده ما تبقاش باللي كان مفروض تبقى فيه بصي هو هو داما انا مقتنق دولات الفكرة ان النجاح لما بيجي بطيء يعني زي مثلا بناية انت بتبنيها ما ينفعش فجأة كده تلاقي نفسك بناية الدور العاشر تعالي نبتدي من الاساس ده بيكون افضل اه الدور الاول ما بيبنش انت شغالة في اساس بس الاساس بيكون سليم فلما تبدي الاولاني على اساس التاني الاخير الاخير فهي عبدالهدي ضربت معي في العاشر فانا فعلا احسيت شميل كان حزنا حلو انها ضربت في العاشر وانا هتعرفنا عليك انا اكيني بس مع عيان بارح انت قادر ان انت تحافز على نفس الروح حتى بعد ما عدت شوية نفس الشكل يعني تعفزتك كتير دولتي ورجالها برضو هتنقع عليك تقول لك ما شاء الله انت اكينك لازم صورها بي انت عينك جميلة وانت انسان جميلة ربان ان شليك يا رب اسوان اخبارها ايه؟ يعني انا اوما شفتك كده فتكرت جمال اسوان والهدوء بتاعها والناس يعني بصه واشانته اسواني بجد يعني اهل النوبة دول الجمال كله والطيبة والحنية والهدوء وانت شخصيتك اسوانية بضمير يعني رباني خليك اشيل لا اسوان اخر مرة كنت امت هناك؟ لا انا كنت هناك من حوالي مسعلا تقدر تقولي خمستاش انا عشرين يوم كده فلا اسوان انا مش هزيد على كلامك بس تستهله اكتر من كده بكتير اه 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 اسوان بالنسبة لي مكان جميل يعني انت قلت كل الصفات اللي هي بتتصف بيها بس هي يعني مكان فوق الرائع واهل اصوان اهلي وناسي اهل اصوان دول ناس ضيبين وناس محترمين حتى دايما فيه سؤال كده انا بتسئله اللي هو انت الفترة اللي فات لما كنت ما بتشتغلش وكده مين ساعدك ومين ما عرفش ايه فحيزنو الحاجة مهمة ممكن يعني المساعدة او الدعم بالنسبة لي دعم نفسي او معناوي لكن الدعم المادي احنا هناك ناس عائلات وناس أسر وما بنكونش محتاجين دعم ماد من اي حد بتفهماني احنا مكتفيين بذاتنا الحمد لله متماسكين وامورنا بتمشي تمام التمام هي المسألة يكون فيه ممكن دعم معناوي بس عشان دعم المسألة دي بتيجي لو مين دعمك مادية مادية يعني ايه خاصة بس انت دايما بنسمع ان الشغلانة يوم شغال ويوم لا فهي برضو متقدرش تعتمد عليها ماديا انت كمان قعدت فترة شوية ما بتشتغلش فعشان كده الناس بتبعيز تعرف يعني كنت عايش ازاي بتعمل ايه هل فكرت تشتغل حاجة تانية داخلك ماشي ازاي ماشي كده دايما بتتسير السؤال يعني لسه بقولك الحمدلله انا من بلد نقدر نشيل بعض نقدر ندعم بعض نقدر ندعم بعض واحنا بنتسول من ربنا بس ده الوحيد اللي احنا بنشهت منه ادينا يا رب فقط لغير اي مخلوق تانية قالوا لك ايه زمان شكله كده قالوا لك ايه انت بتعمله ده هو 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 بصراحة يعني اي حد يعني الاسرة القريبة في البيت قالوا لك ايه هو محدش بيصدق ان انت ممكن تخش المجال ده ويحصل نجاح احنا برضو ناس بسيطة فان يحصل نجاح في مجال الغنى مسألة بالنسبة لهم صعب انه يحصل عشان كده لما حصل كان مفاجأة بس مفاجأة سعيدة لكن مسألة ان حد يشجعني اعتقد هناك التشجيع ما كانش كافي لكن الكل فرح بعد ما عملت عبدالهادي وانجحت الحمدلله تعديدا والدي والدتي الله يرحمها وسامحها الله يرحمها بتاعف تتكلم نوبية؟ مش او بصراحة بس لان اللغة النوبية كمان صعب انك تحافظ عليها لان هي لغة مش مكتوبة ولا مقروعة هي لغة بالسماعة طب حافظ كلمات منها؟ لو هتعلمني حاجة كده؟ اعلمي كند انت الأستاذة ربنا خليك يا لها مقابسوطة لو تعلمت كم كلمة نوبية؟ اشري يعني مرحبا اهلا ناصح اشري؟ اشري يا شندو اسمي شندو جبني؟ بص بقديلة اعتجمتة جدا اه هو الاسم ده انا ما كانش بصراحة يعني يعني اسمي شندو لا الدهولة كده حد انا اسمي الحي الشريف بس مش عايز اعامل اسمي دكتور يعني بس انا مش دكتور ولا اتمنيت فيهم ان انا اكون دكتور او ظابط وبعده نفسك انا ما عنديش الامنية دي فكان في حد بيحبني جدا فهو عارف ان انا اعزغاني وبتاع فعلي اخي اسمك ده مش اسمي فعني خالص قلتول اما انت الحتة دي ملكش فيها خالص اسمي انا بحبه اسمي جميل وبتاع فحاول يقنعني طول الوقت ان انا اغير الاسم ده قلت له لا مش هينفع اه فعمل مع حركة زكية جدا بقى اهو عمالي زنة والزنة على الودن زي ما بيقول لأمه فاتذك علي فخلاني كده في يوم قال لي طب ممكن في حاجة هناك بس او سمحتها هداك قال لي يا فلان قال لي شكرا ايه ده نتاك شاند روح ترادت اشتغلني اه اه بصة سبحان الله عادي تقولك برضو الاسم اصلي كاتشي كده كذاب وكان مختلف ومعلوق تعرفني فيين انت او ما طلعت ناس مبتش عارف انت منين فنسكة وفكادك مش مصري اه اعتقد ده انا المعلومة ده وصلتني برضو طب من هناكككلمنا عن النوبة اه وعن عصوان طبعا ذكرى كانت استاذناك كبيرة الله يرحمه احمد مونيب الاقام اللي فاتت ايه اكتر اغاني بتحب قاله لا انا بحب استاذ احمد مونيب يعني اغاني كتير مثلا اه مثلا في دايرة الرحلة الله اه احمد مونيب فنان عظيم من الرموز بتاعة رموز الفنية بتاعة اسوان عندنا كمان الفنان الكبير حمز على الدين وطبعا اللي تفوق على او مش مسألة تفوق يعني اللي وصل الفن الاسواني ولكل المصريين طبعا الاستاذ محمد مونيب دا مش محتاجي ان انا اتكلم عنه وبرضو كان ليه الشرف ان انا عملت غنب لسه القائنا الخاص جدا والحصري مع النجم شندو مستمر مع حضراتكم لكن هستأذنكم هنطلع لباك اعلاني ونرجع على طول وسبوتلايت ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ولسه القائنا المميز جدا والحصري مع النجم شندو مستمر مع حضراتكم ولسه هنعرف انه تفاصيل واصرار لأول مرة لا يعني هو مونير احنا ممكن تقدر تقول ان احنا اختلفنا اختلف فني يعني مونير لكن دلوقتي هو حبيبي واحنا يعني احنا عافية احنا مفترة بنتجل ومفترة متصلحين بس بيحصل تعليق كده من الناس اللي هو انتو حصل وحصل وحصل الناس دائما تقول كان فيه مشاكل بينكو والمشاكل مستمرة بس انت اعتقد من طريق كلامك انتو المشكلة كانت مشكلة زي ما انت بتقول هي كانت فنية واتحل بص هو حضرتك بتقولي الناس بتقول كان فهو فعلا كان الحمده الله مونير على راسي وابن بلدي ويعني على على فكرة مونير له في قلبي حاجات كتير حلوة احنا مش مجرد اصدقاء ولا حاجة او ناس تابلنا في شهر لا احنا عشرة عشرة يعني عيش وملح وعاد وقعدنا وقومنا ونمنا وشربنا سنين فا وعا المستوى الفن عادي برضا عملنا اغنية وانا اتشرفت ان انا غنيت معاه الحتة دي حتى لو كان الجزء بتاعي بسيط لكن انا ما فيش مشكلة انا بسمها فعلا وانا بحبه هل كان عندك عشم زيادة شوي؟ بسلم عليه هل كان عندك عشم زيادة شوي؟ في مونير؟ ها؟ هو يعني العشم ده بيجي من المحبة لما انت بتحدي حد ومن العشرة ومن الحب فبيكون عشم زيادة فيه حبتين بس من المحبة طب ممكن تشتغلوا تاني تعملوا حاجة تانية مع بعض؟ بعد لما بقت العلاقة رجعت زي ما كانت زمن؟ والله انا يعني اكون سعيد بدا بس ده مسألة نصيب يعني ما فيش ترتيب لدا لكن يعني لو ربنا ارى سبحانه وتعالى لو كان عايز ده بقاتل على كل شيء بس هنحكم سعيد في كل الاحوال لو ده حصل احنا هنكون كمسوعدين ومستمعين طب من هناك كلمنا عن لون الاصفر بتشجع مين في الكرة؟ انا بربس اصفر ايوه بتشجع مين بقى؟ يعني انا مشجع اهلاوي جدا 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 بس انا ما بحبش وعند اعتراض عن لون الاحمر بس عشان انا بحب الاصفر فقط لا غير طب دلوقتي لو فيه ماتش للاهلي طب بس قبل ما نعرف الاعتراض لا فيه ماتش للاهلي هتروح لهم لا بس اصفر لا اقولك حاجة طب فيه لا تعرف اللوق الاحمر بس انا ليه؟ انا كمان ما بحبش يعني انا مشجع اهلاوي جدا 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 بس انا ما بحبش اللقب تحديدا بتاع الشياطين الحمر لا هو فريق رائع فريق عالمي ليه شياطين يا جماعة؟ وفريق بينتصر وفريق مشرف مصر وإدارة عالية وكل حاجة جميلة بلا الشياطين مين من لعبة الاهلي بتحبوه؟ الشيناوي الشيناوي اه عشان ده من بيدافي عن المسألة طيب بما اننا الحمد لله قررنا نرجع تاني للمجال ان شاء الله بتجهز ايه؟ لا انا دلوقتي بجهز يعني مجموعة اغاني عندي إنتاج بنت الغنوة مع المنتج حمد اسماعيل ومجموعة اغاني يعني بس خلصنا منها مغنوة بعمل ديو مع الاستاذ عصام كاريكا هنغاني فيه سوا الله حد جميل وبشتغل في مع احمد مرزو مع احمد موحي مع اماح مش هحيز انسى حد يا جماعة الناس يندوها شاوي وفي غنوم هتكون مفاجأة مع محمد رحيم ان شاء الله طب انا نسيت مين بس زكرة عندي ضعيفة طب خلينا نتكلم على اللي خلصته خلصت ايه؟ هل تسجل خلص؟ اخلصت الغنوة بتاعت المنتج حمد اسماعيل وبتاعت كاريكا خلاص يعني ممكن نسجل لها هتبقى ايه الاغين؟ حفل كبير حفل كبير دي اللي مع عصام ولا دي اللي مع دي اللي مع دي اللي مع بالزبط هل هينزلوا ازاي؟ هينزلوا سينجلز ولا هتعملوا ألبوم؟ لا احنا اريدي شغالي في ألبومات ميني ألبوم بس يعني دلوقتي يعني هي الغنوة دولات بتتصور هو تنزل هو اريدي بعدها بتنزل واحدة تانية وإلخ إلخ 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 مفيش حكاية ألبوم نازل ومارعشكية كنت عايزة أقصد انت برضو الفترة كنت بتشتغل فيها السوق نفسه اتغير كله المقصة فأنا كنت عايزة أعرف هي الخطة بقى الجديدة هتبقى عاملة ازاي؟ لا فإحنا كافنا ان احنا بنجهز ميني ألبوم لون الغنائي فيها يكون عم يعني بشكله ايه؟ بس أنا أنا في يعني الحمد لله عندي لون غنائي مميز بالظبط لأن أنا راجل جاي من ثقافة مختلفة يعني أنا جاي مما كان عنده ثقافته الموسيقية وثقافته الغنائية فأنا مش عايزة بدع منطقتي أوي يعني اللي هو ايه؟ أكيد مش عايزة أغني حاجات اللي هي أسواني بس لا أنا يعني عايزة أوصل للشكل ده اللي هو ثقافة الموسيقية والشكل بتاعي لكل القهاريين فهي نفس المشحبة بعيد لكن ممكن المسألة تتماشى أكتر مع الزوء العام اللي هو اختلف دلوقتي طب الديو لما عصام كريكا اسمه ايه؟ آآ لازم يعني؟ خلص مش لازم ده هنخليه سير ماشي هينزل امتا هتبدأ تنزل الأغاني من امتا؟ ان شاء الله قريب بإذن الله ان شاء الله قريب طب السوشال ميديا علاقتك بيها اي دلوقتي إن أنا عارفة فيه جيل ما كانتش ليه في السوشال ميديا لقينا السوشال ميديا موجودة وفيها ملايين ناس بتدخل وناس بتعلق وناس بتتكلم وحاجات بتتشاف ممكنش متخلين دي ممكن تبقى بتتشاف بالمنظر ده في يوم الأيام فعلاقتك بيها اي شان دول السوشال ميديا؟ هو دول قتبص هنقولك حاجة السوشال ميديا سواء أنا كنت عايز أو مش عايز لازم العلاقة تكون إيجابية نا فخلاص أنا بحاول أتفاعل مع الوضع حتى بحاول في شغلي أستعيم برضو شباب صغيرين يقدروا يساعدوني في المسألة دي فده شيء لابد منه اه انا اتأخرت كتير في المسألة دي بس هي دايما بنقول ايه يعني مفيش حاجة متأخر كل حاجة ممكن تتلحق في وقتها المهم اه ان احنا بنوصل مهم انت بقى عارف انت عايز ايه يعني او كلنا بنغلق وكلنا ممكن نعمل حكايتنا حيس ان احنا اتأخرنا فيه ياريتني عملت كذا مش عارف ايه في الاخر ده قدر بنعند ربنا فهو برضو ربنا بيوجهنا بعد كده اعمل ده ده كان نقصك ده كان شباب المهم ان احنا زي ما انت بتقول عارفنا فعلا ان احنا حصل غلط وين ابتدي كلامك سريم فانت دلوقتي ابتديت يبقى معاك تيم كبير ما كانتش معاك الحمد لله انا عايز لكو كمان مدير اعمالي ميدو هو صغير في السن فبقولي مدير اعمالي يميدو على فكرة هو صغير بس هو كبير والماغوة حلوة فهل بابدو انت تريدت الكلوب تاعك تطعاموا بأعمار مختلفة عشان يبقى فيه تفكير مختلف طبعا يعني خلينا سرعة الجيل الجديد ده هم فهمين الوضع الجديد اكتر مننا تقريبا عشان هم تعايشوا مع المرحلة دي ونشأوا فيها وحياتهم احنا برضو يعني خدنا يدوب نص المرحلة ونص الموضوع هم لا خدوه من الاول هم طبعا طب تشاندو مين من جديد بيعجبك صوته او طريده هناك تقول ايه تعال هم كده مختلف لا فيه شباب كتير فيه شباب كتير يعني بيعجبوني ويعني بس انا اللي بعجبني اكتر اغاني بصراحة يعني عشان هو دايما دلوقتي الاغاني مفيش حد بينزل يعمل الابوم كامل او بتاع يعني مثلا غنو اسمها غنو اسمها مثلا يا ستي اتنا سيت فيه اغنية اه اغاني كتير اه اه فيه اغاني كتير تعجبني ايه رأيك في المهرجانات دايما انا اتسئل السؤال ده المهرجانات انا استوى لون موجود بص المهرجانات بالنسبة لي ما فيش اي مشكلة هي مشكلة المهرجانات في حاجة الكلام المهرجانات على فكرة اللون موسيقي مختلف بتاعنا يعني الرتم بتاع المهرجان الرتم الكمبو بتاع الرتم تركيبة الرتم دي تركيبة مصرية طيب انا اخر مرة كنت قابلت الناس من عضاء النقابة قالوا لي احنا خلاص ابتدينا دلوقتي وما عادنا معهم حلينا مشكلة المهرجانات فانه هما يختاروا الكلمات هما برضو واقفين كانوا زيك عند حتة اختيار الكلمات هو بس طبعا اللي لسه عامل مشكلة الموضوع ان المغنين البفلاشة وانه يكون فيه فرقة موسيقية هل تشندو برضو موافق على حتة ان انت يوم ما تبقى وقف على مصرح يبقى معاك فرقة موسيقية هو بصراحة الحتة دي يعني انا موافق عليها نسبيا بس بقول لازم يكون في حاجة اسمها روح القانون بمعاك على فكرة الاستاذ مصطفى انجز انجازات كويسة في النقابة مش وحشة تتحسب له يعني الاستاذ مصطفى انجز انجازات اهم من اللي انجازها الاستاذ هاني شاكر كان حازم اكتر فمسألة الفلاشة والموسيقيين انا معها مسألة ان انا اشغل موسيقيين طب عشان الناس دي عندها بيوت فتح بيوت فتحها لكن في نفس الوقت في مطربين شباب هو الدخل اللي هو بياخده اساسا المقابل بتاع الحفلة مش كبير صح دي برضو وجد نظر هو برضو بيتعايش من المسألة دي فالمسألة تتحكم ازاي ممكن يبقى عضاء الفرق اقل مثلا اعضاء الفرق اقل او يا سيد طب ما انت بتعرف الاجور بتاعتنا ازا هو بياخد كم حد بياخد مثلا مبلغ معين لا دا معفى من المسألة دي فيما يعني المبلغ يزيد عن هذا المبلغ لا دا انت معانا واخد بالك عشان كده انا يعني وفي حاجة كمان في النقابة في مشكلة تانية برضو اللي هي مسألة الاجور المعاشات فعلا اقول يالك التاني يعني الف جنيه او الف متين جنيه دول ممكن يعملوا ايه دلوقتي دي الموسيقي بس يمكن يكون في فترة الجائح يبقى فيه تغيير في الموضوع ده بما انهم شغالين على الملف ده ما انا هقولك حاجة ايه الحافز الصحي اللي هو خمسمائة جنيه يعني انا تعالك في السنة بخمسمائة جنيه ازاي خمسمائة جنيه فعش اه لا فيه شوية قصور عشان كده انا قررت ان ارشح نفسي الفترة اللي جاية انا ما قريت الخبر ده بيتش عارفة هو الخبر ده بجد ولا الخبر دي يعني شندو هشوفك في انتخابات ان انت مرشح على المنصب النقيب الفترة الجاية وحكون ند قوي للاستاذ منافس قوي للاستاذ مصطفى اتوقع ان انا كممكن افوز ايه البلان اللي انت عملها النفس كالخطة اللي انت هتدخل تقول الناس في النقابة انتو هتنتخبوني عشان هقدم لكم واحد اتنين ثلاثة اولا زيادة الاجور ممكن يقولك هتجيبها من ايه لا النقابة ليها دخول كتير ماشي ما هو انت دلوقتي برضو في حد تاني ممكن تفرج بلك ايه طب دخول كتير ايه ما انت زا كنت انت بتقول لي مثلا انا كمان حتى اللي بياخد اجور قليلة اه ممكن في فرقة كتير ما تشتغلش مع الناس دي لازم تشتغل عشان تروح تدفع فلوس في النقابة فممكن يكون الدخل مش هيبقى كبير لا هقولك حاجة مبدئيا عندنا دخل السنوي اللي هو الاشتراكات السنوية اوكي تمام عندنا النسب اللي بتتاخد من المطربين والمطربات من الحفلات والافراحة النسب دي بتكون اكتر لما حد كمان بيشتغل برا مصر طبعا عشان هو بياخد اجر اكبر كمان بالضبط وعندنا اكتر من مصدر تاني فهو المفروض يكون فيه اهتمام بالجانب الصحي تحديدا تحديدا الجانب الصحي والفلوس طب دي اول حاجة هتقولها في الترشحك ايه دي؟ الحاجة التانية اللي هو فيه لجنة اللجنة الاجتماعية واللجنة التسقفية يعني انا دلوقتي بدل ما اقول لي ما سامطر بالمهرجانات اعمل ده واعمل ده واملي وافرد عليه حاجات طب ما انا علمه ما فيه لجنة في النقابة لجنة معمولة اللي هي اللجنة التسقفية ازاي يعمل مؤتمرات؟ ازاي يعلم الناس دول؟ ما ينفعش يكون فيه مغاني ما اعرفش يقرر ويكتب انا بدعمه بقول لي تعالى انا علمك يعني دلوقتي لما بقولك مسلا شين الكلمة دي غيريها فانت بتغيريها عشان انا قلت لي غيريها لكن لما علمك واقولك غير الكلمة دي او الكلمة دي لا تجوز والمفروض انها هنكتب كذا وكذا او نعمل كذا وكذا انا فهمتك يعني مسألة ان انت تكوني حافظ مش فاهم غير لما تكوني فاهمة مش حافظة الباند التالت؟ اولا المعشات الحافظ الصحي التسقيف واخد بالك في نفس الوقت لازم برضو يعني دور الموسيقي في المجتمع العام يكون يعني فيه كرنيه بتاع نقابة المهن الموسيقية لازم يفعل بشكل كويس يعني الكرنيه ده لازم يكون تأثيره اكبر شوية يعني المفترض انه يكون دوره فعال شوية مسألة انشاء مساكن اجتماعية برضو مشاريع للموسيقيين ممكن يتعاملوا مع المسألة ندفع جزء وهكذا 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 نهتم بمسألة ان يكون فيه نوادي اماكن طرفهية للموسيقيين واولادهم لازم ندعم الناس دول طب يعني بلوقتي الشندو بيعلم انه هو ان انتخابات الجاية هيرشح نفسه على مقعد النقيب وهكون خصم قول لأستاذ مصطفى كاميرا على فكرة ده انا يعني ما احترام لأستاذ مصطفى هو انجز حاجات كبيرة بس انا ممكن اكمل اللي هو انجزه التنفس مش وحش لا اكيد يعني في الاخر دي مصلحة اعضاء هو انجز فكل واحد بيحط يعني الجدول بتاعه او بيحط الحاجات اللي هو ممكن يقدمها يقدمها للناس والناس بتختار في الاخر وده برضو بكرر تاني ده الاستاذ مصطفى فعليا انجز فعليا انجز في مسألة تخيالي يعني يعني ده مجرد انه اضع على المسألة بتاعة الكلام البذيء انه ما فيش كلام يتقال كلام ما هيش تدفحة ذاته انجاز بس انا ممكن اكمل على اللي هو عمله طب بما انا قلتلي ان المهرجانات ده مزيكة مصري بتاعه هل ممكن اشوفك بتعمل دي وما حد من المهرجانات؟ ويعني نبقى ملتزمين بالكلمات ومحتوطة في السياق معايد؟ هو نوع من انواع المزيكة فما فيش مانع يعني التسليط كويس بس انت كشانتو تحب تعمل حاجة زي كده؟ بص بقى المزيكة المهرجان هي عبارة عن ريتم ريتم كومبو ريتم فالريتم ممكن تعمل عليه مزيكة تناسبني انا ممكن وممكن تعمل عليه مزيكة كلام يناسبني انا مم في حد ما انهم بتحبوا مثلا ممكن تقول له الله لو فكرت عمل دي وهبقى مبسوط لو عملت مع دي هو انا مفكرتش ان انا اعمل ده لكن بقولك ان انا ممكن اعمل ريتم مفيش مشكلة غير يعني فيه ارتام كتير من ضمنها ريتم أو كومبو الريتم والسرعة بتاعت المهرجانات مفيش مشكلة موسيقى لسه القائنا الخاص جدا والحصري ما عشانتم مستمر مع حضراتكم لكن هستأذنكم هنطلر بك اعلاني وهنرجع على تولو سفوت لايت موسيقى وارجعنا لكم تاني بعد الفاصر ولسه مكملين حلقتنا الخاصة جدا والحصرية مع المطرب شاندو ولسه نعرف انه ايه اخر اخباره وتفاصيل تانية كتير وكمان هنسمع هو بيغني شاندو مختلف في كل حاجة مش بس كمان في الغونة لكن كمان في الشكل يلا بينا نكامل بقي حلقتنا الخاصة جدا والحصرية مع شاندو موسيقى بردو شايفين فيه اكتر من مغني من مغنيين الرعبنك مهم اللون ده رأيك في اين؟ اللون ده لون اجنبي صرف يعني بالزبط قديك قلت يا لون اجنبي صرف بس هو ممكن تقولي التيمة المختلفة يعني اللي هما بيغنوا الراب بيعملوا تيم تيم مش مزيكة هي المزيكة فعلا مزيكة مستوردة سواء مزيكة افرق أو غيره بيعملوا تيم موسيقية لحنية حلوة بجانب طبعا ان هما ايه بيعرفوا الكلام بيتقال بشكل ودن الشباب الصغارين اتعودت عليه ونقدر نقول مثلا مسألة الزن هو شكل جديد بالنسبة لهم فهو نجح فعليا لكن اللي انا شايفه ومحدش يسعلمني ان الفرق بين المهرجان ومزيكة الراب حاجة واحدة ان الراب بيتكلم مفرداته شيك يعني الراب بيقولك هاي باي باي تمام المهرجان ايه عام ازاك عام بس هي انت شايف ان الستلوب او الكلمات افضل لا ما شايفش ان انا مش مسألة افضل او او حاش الطريقة مختلفة بس مهزبة اكتر شوي نقدر نقول مثلا لو هنلاعلها تعريف تقدر تقولي مهزبة ولو في ناس برضو كلمة مهزبة يعني مش هتوصل لها ان اقدر نقولنا اشيك شوية طب بس مسألة فيه ناس بتشوف حد زي وجز من انجح المغانين الراب فيه ناس ما بتفهمش اغاني يعني انا مسألة فيه اغنية واحدة اللي بفهم طب قاية الاغاني ما بفهماش بس فيه اجيال تانية بتسمعه وهي مبسوطة جدا مش فارق معهم بقى يفهمه ونعم يفهمهم وعجبهم الحلة وعجبهم المزيكة وعجبهم وجز نفسه بس اغالك حاجة هو ان الاجيال يعني ده حال الدنيا جيل بيسلم جيل فطبيعي ان هما يكون عندهم زوء مختلف عن زوءي وعن زوءك بالعكس ده مش وحش هو عارفة اللي دايق ويزعل ايه ان المية تكون يكون فيه ركود يعني ان يكون فيه حركة ويبقى فيه انوان مختلفة اه يعني دايما اللي زعلك الحال او المية اللي هي الرجدة النايمة خالص لكن لو فيه حركة حتى لو كانت بشكل مش حلو قوي او شبه سلبي لأ معنى كده ان فيه باور حيحصل معنى كده ان ممكن المرة الجاية دعلا ما فيه باور دعلا ما فيه حركة لأ هتكون احسن هتكون افضل فده كويس مين اللي شايف نعم الاجيال اللي فاتت قادر لسه يحافظ نوعه يبقى في الطاب يعني هو ما ينفعش نختلف مثلا على عمر ديه بأكيد يعني ليه هل اختيار الكلمات ولا المزيكة ولا الشكل ولا كمبو كله انك تقدر تقدري تتواصل مع جيل تلو الآخر ولاد الجيل اللي قابله يعني فيه دوقتي فيه جيل بيروح بياخد ولاده بالضبط اه هي المسألة هنا بقى اما مسألة وصفة تركيبة هذا موضوع تهانين يعني في الآخر كلام هل هي زكاء؟ هل يعني طبعا فيه موهبة كبيرة طبعا مش احنا يعني مش احنا هنقيم عمر ديه بس انت من وجه نظرك شايفها ايه؟ انه هو فعلا هو لغس او حاجة حالة احنا مش فاهمينها يعني ازاي واحد قادر انه هو يبقى جيل يعني زي ما بقول لحضراتكم كده فيه جيل دلوقتي يبقى بياخد ولاده وبيروح فيه مش عارفة اه فيه اطفال اللي يقوم صغيرين بيغنوا اغاني الناس كبيرة في السن بتغني الاغاني ايه السر؟ من وجه نظرك انت شايف كواحد من صناع الاعمال ومن صناع الفن في مصر انت شايف ان داي اكيد الزكاء طبعا المسألة فيها نمر واحد الزكاء نمر واحد اكيد فيه المواهبة طبعا ومش هنقيم عمر لكن الزكاء الزكاء في ايه بقى يعني انا دلوقتي لو عندي ابني عنده مثلا سبعة سنة او عشر سنة او عشر سنة او عشر سنة سنة فاللي هو يعني ان انا اتواصل معه بدماغي دي مسألة مش سهلة طبعا الجيل اختلف اللي هو ابني اللي هو واحد او اثنين هو الجيل اختلف مابالك مابالك بحد بيقدر يتواصل مع الملايين معنى كده بالتأكيد ان فيه مجموعة عوامل بدون ما نخش فيها لكن بالتأكيد فيه زكاء اللي هو بيجمع كل العوامل دي في مكان بيستغلوا كويسي بما انك جلاتي يقول تلي لو حد عنده ولد عنده مثلا سبعة سنين ويبقى شعف يتواصل معي هننعرفش حاجة عن حياتك الشخصية اه عندك ولاد ما عندكش ولاد متزوج بش متزوج يعني من غير تفاصيل بس يا ناس تبقى عايزة تعرف يعني حياة شندو عاملة ازاي انا متزوج من صحفية زميلة اسمها سماحجيها الرسول هي بتجدع من جلدة ازاوات تدخل منها والاولاد انا في اولاد مش هاسبع خطف المساعدة حيزعانهم متفرجوا جا ربانا يا رب يحفظوا لكم يعني بدكم يا رب ويهنيكم شكر الفترة الجاية الحفلات هتكون عاملة ازاي انا وقتي بنشوف في حفلات فيها بيرفورمانس فيها فايروركس فيها شغل كتير دلوقتي بقى على الستيج عن الفترات اللي اللي فاتت هل في تجهيزات للحفلات الجاية هتكون مختلفة من شاندو؟ هو يعني زي ما انت بتقولي خلاص ده اصبح امر عادي ان يكون فيه تجهيزات للحفلات بس انا شايف يعني طبعا هي بتلعب دور كبير بتلعب دور كبير بس هو الموضوع ايه اللي هيتقدم؟ مم يعني هو الناس مثلا بتحب عمر وبيحبه مثلا منير والناس الكبار وتامر وحماية وشرين عشان اللي بيقدموه مم بس بردو بينا بنشوفهم بردو بيتاموا بشوية تفاصيل تانية على المسرح يعني دي من العوامل الناجح بردو انا معاك يا اوام انا بقول بخلاف العوامل دي العوامل دي موجودة لكن مسألة ايه اللي انا اساسا بقدمه عشان انا كجمهور اروح له مم ما انا باخد الغنوة بفضل اسمحها ما فيش معها فاير واركسة مم لكن لما بروح الحفلة واخد بالك الشو مبهر الشو مبهر جدا كلامك سليم فهي المسألة هو ايه اللي احنا هنقوله طبعا دي بقى من امت ربينا بقى مين من الاجانب بتحب تسمعه بسمع يعني انا كنت خدت فترة كده بسمع بسمع مثلا بوب مارلي كويس كنت اقوله انت شباب بوب مارلي عشان طبعا انت ايه اللي اتلاك شباب بوب مارلي عشان الراسطة واللوك هي بس كمان المزيكة اللي هو ريجي طبعا اه اه المزيكة الريجي اساسا مزيكة سهلة سهلة وممتعة وريبة على فكرة شوائية من المزيكة بتاعتنا في اسواق اه اه وممتعة وبس مع مزيكة لاتن يعني مثلا بتعجبني بشكل عام يعني يعني ممكن اسامة كل مش معروفة او بس بتعجبني المزيكة لاتن يا ريجاتون برضو بتعجبني جدا طبعا اننا جبنا سيرة بوب مارلي طبعا كانت قونيتو الشهيرة نوما نوكراي طبعا اوما ده اسمع عنها ولا كنت بتحبله اغانية ايه لانه نوما نوكراي دي كانت بالحيل اوش فاعلة نوما نوكراي دي كانت بالحيل ليه يعني عادي ممكن نكون فيوما وميكونش فيكراي يعني عادي شلتواكو نصير للمرة على فكرة مش مسألة نصير انت كواسين انت فهدحت الموضوع ده مسألة نصير هي مش نصير او 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 العكس الست دي فعليا يعني حاجة كده ايقونة هدية ربنا جابها من السمع ليه بقى يا ستي عايزي روح البيت ايوة فرد لا 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 والله فرديني بص ده كلام جدي اصلها دي امي دي يعني اقولك ايه طبعا العظمة دي الست دي هي اللي خلفتني وهي ما فيش اكتر من كده دي الست الست دي يا ستي اللي هي ايه مراتي زوجتي ايه بتتحمل بلا وسود بتشيل معايا هم بتشيل معايا وقت صعبة ايه برضو اختي طب طب علي لا الست الست ما ينفعش حد يهنها عشان هي حاجة الست بالنسبة لي انا مش مسألة واحدة يعني شكلها حالو لا لا خالص الست قيمة الست يعني عندنا احنا هناك في الاسوان فعليا 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 هي قيمة جوهرة لا بيحافظ عليها عشان كده لما بتنتهك عشان كده لما بتنتهك بتبقى المسألة صعبة جدا احنا عندنا عدد تقاليد لسه الغد والله الحمد والله محافظين عليها لكن الاعلام احيانا بيود الدنيا في مكان تاني خالص والله ظلمين الاعلام والله ظلمينه ما عدد الغنب تحتك ظلمينه والله والله عشان تظلمينه والنشده اول مسألة انا بتكلم هي القنوات الاعلامية اصبحت دلوقتي كتير ولا محدودة فانت ما بتقدريش تعمل كنترول ده اللي انا بتكلم عنه يعني في وقت من الاوقات موجود عندنا مثلا الدولة بتقدر تتحكم المسألة تمشي ازاي دلوقتي ده مفيش عندنا سماوات مفتوحة هي المشكلة جاية من هنا فكل حد عنده الحرية انه هو يستقبل او ما يستقبلش لكن هل هذا الشخص مهيئ وجاهز مؤهل مؤهل وجاهز ان هو يقول لا او يقول ايوة هي دي المصيبة الكبيرة عشان كده الدنيا بقت سمك لبن طب بتحب تتفرج على السينما مين مين بتشوفه في السينما بتحبه يعني السينما يعني اكيد احمد زاكي يعني الله الله يا حمو بتحب له افلام ايه طيب مع الوزير حاجه جدا مع الوزير اه اكتر وايه تاني لا انا كل افلام احمد زاكي بحبها كل افلامه عشان احمد زاكي برضه يعني هو قدر يعمل نفسه كده يحفر حفرة في في وجدان المشاهد المصري بكل حاجة عملها هو سبحان الله يعني اضحك 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 فضيع وكل شخصية تقول ايه ده انا مكنش هدخل حد تاني يعمل الدور ده ايه ده ده هو الشخصية دي فعلا يعني اعرف لو اتفرجت على دور واللي بعديه كان عكس الشخصية تماما في الدور اللي بعده هتصدقه في الاتنين لا ده انا عايز اقولك حاجة هو يعني الميزة بتاعتنا بيمثلش اه 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 ما انا مش محتاجة اشوف موثل بيمثل هتمثل ليه صحة فعلا ماناش الناس ما صدقك طب شانتو هتسمعنا حاجة من الحاجات الجديدة ولا هتسمعني حاجة من الحاجات القديمة زي ما انت عايز بصوا انا قللا هي مزيعة طيبة هو عشان مزعلت باني لا جدا 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 سمعك واحدة سنجلابة خليت جديد اه يلا بقى كده ايه ده اكسكلوس بلينا بقى اه انا بحبها والناس بتحبها طبعا سنجلابة حرفاها؟ اه طب فتل انه انا بغنيش واحد بيحب واحدة وثابته وزعلان هي سابها وزعلانة كان دايما الكلمات كلها راحة في السكتين انت ما طلعت عملت حاجة تانية خالص خالص فهل الفترة الجاية الحاجات الجديدة اللي هتنزل؟ تبقى في نفس التراك او في نفس اللاين بتاع شانده؟ هو اساسا يعني يعني حتى لما احنا بنعمل مثلا بنحط الفن والغنى تحديدا في منطقة واحدة منطقة العلاقة بين البنت والولد ما احنا كده برضو بنزل من التانية بس انت فاكر قعدنا فترة كتها دي بس الموضيع ما هي عشان الفترة دي اساسا كانت فترة يعني القنوات الاعلامية او اللي احنا بنعرفه ما كانش اكتر من كده كم السراعات النفسية اللي كنا عايشينها حتى المعرفة كانت محدودة ما كانش فيه عصر السماوات المفتوحة اكتر بالضبط لكن دلوقتي المساحات بقت مفتوحة اللي هو ايه؟ اصبح فيه الوان موسيقية مختلفة ما مش معقول واحد عامل مزيجة تقول انا بحبك يعني لا فخلاص كمان يعني توجهات الناس وافكار الناس برضو فكر الناس وعيهم برضو بقى مختلف عشان كده بتلاقي انمات مختلفة من المزيجة انمات مختلفة من الكلام من المفردات وفي نفس الوقت فيه جمهور بيستقبل كل شكل من دول صح زمان حتى لو انتي مثلا عرضتي او اتكلمت في شكل تاني لا هو غير مستقبل محدش بيتخبله بسهولة لكن دلوقتي لا المسألة اختلفت ليه معجبتك شغنت قاله ولعبت يا ظهر وهاجمت احمد اشيبه لا انا ما هاجمتوش احمد على الفكرة فانان محترم بس انا ممكن اتكلمت في حاجة واحدة اللي هي ايه؟ ده بشكل عام لكن احمد فنان جميل والله وانا بحبه هي بس انا قلت ان اللعب الظهر او ان هرت حرم بس شرعا او محظور لا اكتر من كده ولا لكن المسألة مالهاش علاقة با احمد كفنان ده بالعكس ده من اروع الاصوات واحسن الشخصيات وشخص طيب وشخص محترم وجميل هل اتكلمت مع بعض بعد ان تعليقك على الاونية ولا محصلش اتصال شخصي؟ لا لا احمد انسان جميل وانسان رائع وجميل انا بس اتكلمت على المسألة من زاوية معينة ومحددة عشان كلام ما تفهمش غلط واعتقد ان اللي انا قلته سليم على ما اعرف تزاي قادر تحافظ على اللوك بتاعك وشكلك انا اكيني لسه سايب عشان نبارع ازاي يعني سايب التركيبة دي ازاي كده؟ ولا حاجة يعني زمن نقول ايه ما اسابش اثاره الحمد لله من عند ربنا والله العظيم انا بصي يعني بنا ادم اللي هو ايه بسيط حياتي ماشية كده انا وبحسبهش ده حقيق في كل حاجة ما بحاولش اتصنع في اي حاجة يعني ماشي على الله اهم حاجة واحلى حاجة كلنا على الله اه نعمة بالله ده حقيقي والله ها بنا خليك بنا خليك فرحانا احنا هنسمع له اعمال كتير الفترة الجاية و هنشوفه في حفلات كمان يعني شنده بني ادم محترم و جميل و موهبة كبيرة و بيفكرنا بأسوان و جمال أسوان وأهلاك طيبين شرف تاني و نور تاني كنت بسطة جدا كنت معاك النهاردة و منور الدنيا يا رب و بتمنى لك مزيد من النجاح و التوفيق الفترة الجاية نعم مشاكل جدا ده كلام كتير عليه بصراحة ده من زوقك انت جميل يا شرين اه يعني انا بلقطه معانا نحنا و بنختم تشوف تحب تغنينا ايه لجمهور سبوتلايت و صد البلد بما ان شنده ما بيظهرش كتير واحنا قدرنا ان هو يكون معانا النهاردة ف يعني مش عفين نجبع من الغناية و من جماله و كنا بسطين جدا بوجودك معانا النهاردة و ما تغيبش علينا بقى تاني عشان تبتوحاش ناقر ربنا يخليكي بشكرك بشكر السيدة المشاهدين و اتمنى ان انا كنت ضيف خفيف عليها حياتك طبعا من داني و دايما بتشرفنا و بيكون تسوعداء و احنا معاك و خلص شنده هترجع من تاني و خلص بقى فيش بقى اعتزال بقى ما فيش الحركات دي تاني و هنسمع عغاني حلوة كتير الفترة الجاية و هتفاك في حفلات اللي جاي اجمل و احلى بإذن الله و كل الناس يا رب بإذن الله تشرفتنا شكرا شكرا